مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليستي اين بتبعى عقبال من البداية وما تنسوا اشتعملوا لايك الفيديو تشتركوا بالقناة مش وصلكم اخبار تونس لحظة بلحظة كشفت اليوم الاستاذة وفي اشاذي اخبار عن فتح تحقيق من اين لك هذا يوم الجمعة الفارتة ضد حفيذ حفيذ كاتب عام الاتحاد الشغل الذي ينحضر وحسب الابحاث من عائلة متواضعة ماديا ويشتغل معلم حيث وبعد التدقيق الذي تم فتحه باذن من السيدة ليلى جفال وبعد الاتلاع على رسوم ادارة الملكية العقارية والقباضات المالية تبين وانه يمتلك تسعة وثلاثين عقار بين مساجنا بادارة الملكية والقباضة منهم اثناش عقار بمورنيغ ورادس والزهرة وبعض العقارات تم شراؤها بمبلغ تلاثة الاف دينار وطبعا الابحاث وحدها تحكم والقضاء هو الفيس الوحيد وهكا نكون السنة الى نهاية الموضوع